السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هتكلم عن حق الزوج وحق الزوجة بس قبل ما اتكلم عن حق الزوج ايه وحق الزوجة ايه لازم اوضح ان الزواج نفسه لحق وحقه المواده والرحمة يعني انت كده لما تفكر تتجوز تبقى عارف ان انت هتلتزم بمواده ورحمة للطرف التاني اللي في العقد ده او الشركة دي وانت كمان عليك التزام بالمواده والرحمة فدلوقتي اللي داخل الجوزة داخل ناوي على مواده ورحمة ولا ناوي على دبح القطة الاول وكده عرفنا ان بدايته مواده ورحمة ده شرط الشركة دي عشان الجواز رباطه غليز وعشان طبيعي الشركة دي تجبر ويبقى فيه بينهم عيال فكان ربنا رحيم معانا وعرفنا نعمل ايه هنا؟ مايبقاش كل واحد بقى وهواه ومزاجه عرفنا شوية شروط مهمة جدا لكل اطراف العلاقة الزوج طرف الزوجة طرف الابناء اللي هينطقوا دول طرف والمجتمع هيبقى طرف بطريقة او باخرى يعني اربع اطراف دول اللي عرفت عدهم وكان لازم كل طرف من الاربعة دول يكون ليه حقوق هنركز في الاول على حقوق الراجل وحقوق الستة في الاول كده يعني دي سلسلة ان شاء الله يبقى فيها شوية حقوق كويسين بقى ان هي بدقة الراجل والستة هنوصل للابناء هنوصل للمجتمع فنبدأ بالنواة هلونا نبدأ بحقوق الزوجة هي الحقوق تقسمت لحقين الناس عارفينهم يعني حقوق معنوية وحقوق مالية المالية اللي هي الفلوس دي المفروض الناس عارفينهم هنقولها تاني بس هنبدأ بالمعنوية الاول ستة ليها ايه لما بتيجي تتجوز اول حق للستة ان الراجل اللي جاي تقدم لها يكون حبيبها يكون قابلها مش قابلها يعني خرج معاها لا يكون متقبلها متقبلها دي يعني ما يبقاش بياخدها عشان هي بنت صاحب الشركة ولا عشان خطر مين قال لي لو ما تجوزتهاش هزعل منك يكون هو على الأهل لحبيبها أو قابلها مش يبقى كارهها خالص واخدها عشان خطر حات تاني ما مينفعش طبعا عشان مطلوب منه مواده ورحمة ده مصلحة بس ومواده ورحمة دول لازم لهم شوية ايه شوية قبول وكبشة حب ولو كنت انت ودود يعني عشان خطر دينك وكان اللي قدامك لما واغذة بقف ساعتها ممكن تخسر دينك أصلا ونفس الحق الأول ده هيكون هو نفس حق الراجل برضو وحق الزوج برضو مش تبقى واخدها جوازة والسلام دل راجل ولا دل حيطة لأ بقى واخدها واحد عشان احسن ندع فعلا كويس متقبله وانا متقبله مش انا مش طيقه بس عشان كزا وجوازة والسلام دي ممكن تبقى جوازة والحرب مش والسلام الست ليها حق ايه تاني عند الراجل الست ليها عند جوزها الإحسان والإحسان يعني هو يترفع عن الإساءة ليها بقدر الإمكان مش طلطيش وشتايمه الأهانة دي وانه هو يكون هين ولين وده حق طبعا متبادل بين الطرفين من ضمن الإحسان ده ان الراجل لما تكون راته عيانة انه هو يقوم يكنس البيت يغسل معين ينشر غسيل غسيل منشور يلمه قصة دي حاجات ما ما تقليتش ست بس الحاجات دي حاجات البيت الست عيانة ونايمة على السرير هتستنى تقوم تبقى راجل معفن تبقى إنسان معفن لو الست نفسها جابة خدامة عندها في البيت والخدامة دي ما بتجيش ما جايتش عادي السلام لخدامة تبقى ست معفنة أنا مش هعيش في حتة معفنة اللي قدامي تعبان يا سيدي بقى نظف بيتك وما تلاقي ما تنظفش خالص يبقى يعني حاول تأدب فيها ما نفعش خالص يبقى مع السلامة يا ست الكل أنا مش هعيش مع واحدة معفنة لما نظفت البيت أي حد ينظف ده الإحسان إنما تبقى الست تعبانة عيانة انت ممكن تقوم بالشغل بتاع البيت ما كانها وبشغل لازم حده هيقوم بي وده بيتك ما ينفعش تبقى عادي فيه مش نظيف ما هيبقى عيب عليك انت وخير مسلينا النبي عليه السلامة كان بيقنس البيت وكان بيعمل كل حاجة موضوع عملوش علاقة بالرجولة خالص موضوع العلاقة بالإحسان واللي عند ربنا ما بيروحش سواء كان الستة اللي معاك تستاهل أو ماستاهلش ده الكلام ده عشان بس ده للراجل الحقيقة تعالت الستة ليها عند جزء انه يفكرها بطاعة ربنا كل شوية وما يبطلش يفكرها بالصلاة كل شوية ويفكرها بأهلها لو قطع رحمها يفكرها برضو بالرحم بتاعها وقولها ده رحم أسوأ الراجل هيتسئل على كده فأولازم يفكرها بالحاجات دي لانه الراجل هيتسئل على كده وده حق من حقوق الستة عند الراجل لو الراجل ما عملش كده يبقى مؤثر معاها في حقوقها والزمة المالية بقى الستة ليها زمتها المالية المستقلة طبعا والراجل اللي هيتجوزها لازم يحترم ده عشان ده من حققها مش بيتفضل هو هي بقى لو اتنزلت عن بعض الحق أو عن كله هي حرة ده برضاه لما هو مالوش حق هنا ده حققها هي ما اللي قلت لها يقول ان الراجل اللي حق في فلوس مراته ده ضلالي جدا سواء الكده راجل أو ستة يعني ممكن صاحب يقولها له وممكن أمه تقولها له في الحالتين ده ضلالي جدا أما في حالة الستة اللي بتشتغل فالراجل برضه مالوش حق في فلوس مراته إلا في الجزء اللي يكونوا اتفقوا عليه مع بعض اتفقوا عليه مقابل انه يسمح لها ان هي تطلع تشتغل لانه هو حقق ما يخرجهاش من البيت هنروح للحقق دي الوقتي لسه هنجل وعشان البيت اكيد بيتأسطر بخروج الستة منه لازم اكيد بيتأسطر كان فيه واحد شغال في البيت على طول واحد شغال برا البيت فاللي بقى جوه البيت بطلع برضه برا البيت فكده البيت اتأثر عشان بقوا من الاتنين برا البيت وفي نقطة الشغل بتاع الستة ده عايزه وضح ان الراجل من حقه ما يسمح لهاش ان هي تطلع تشتغل بس فيه شروط يكون متفي معها قبل الجواز ان هي تقعد من الشغل ما يكونش عليها اي التزامات هي شغالة عشان تسد الالتزامات دي او تكون قلت له انا مش هسيب شغلي ويكون هو وافق يتجوزها على كده تفضل بقى زن عليها برا وزاعتها مش من حقه ان هو يقعدها وهي لسه الالتزامات عليها شغالة وعليه انه يكفي الالتزامات البيت كلها برضه فعيبة ببساطة للزوجة عند الزوج النفقة مقابل ايه الاحتباس في البيت ان هي قاعدة في البيت وحق المتعة اللي اتنين دول اللي عندها بينفق قدام ده ده ملوش دعوة بمشروعية عمل المرأة عمل المرأة حلال 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 ملوش دعوة بمشروعية الست تشتغل او ما يشتغلش وطب لما هو ازاي حلال طيب والراجل حقه ان هو ايه يمنعه هو شغل المرأة حلال الحرام الحاجات اللي بتقترن بيه يعني ميطلعش حد يقول شغل الست حرام لا لا هو مش شغلها اللي حرام خالص شغل الست حلال تطلع تشتغل حلال جدا الحرام الحاجات التانية اللي بتيجي معاه اللي بسها هما يبقى مش عارف حامل ازاي اما يبقى فيه اختلاط من النوع مش عارف حامل انما شغل الست ما يفوش حاجة حرام خالص الحرام مش في الشغل الا لو طبيعة الشغل بقى خامرة وحاجات كده واللي عايز يقول ازاي حق الراجل اللي منها هتخرج من البيت او ازاي الراجل يقول لها لا مش هتروحي لابوكي لو عياني ببساطة ايه ازاعلن الست مش من حقها ان هي تصوم صيام النوافل مش رمضان مش الفروض ان هي تصوم النوافل وجوزها موجود في البيت وجوزها شاهد وجوزها شايفة من غير ما يكون راضي تصنة اهو ده بتعمل التزام اهو فكان من باب اولى ان هو لما تيجي تصوم النوافل او تصلي صلاة سنة او تصلي قيام الليل يبقى هو عاملوش حق ان هو يقول لها لا مش هتصلي مش هتصومي انا اللي هي طلبات مش هتصومي ده حق اهو شرع ان اهو ترى ما حقه ان هو يقول لها مفيش صيامة مفيش يبقى هقاولة طبعا ان لا مش هتصلي من بره باب البيت تطلع ليه انا بصرف عليك وبعمل كل حاجة اللي بيصرف انا بتكلم في النفأ او في الحقوق اللي هي لا لا الشرع بيقول ايه مليش دعوة بالحياة اللي احنا عايشينها ازاي هنرجع للنفأ تاني بس الوقت ينخش على المهر المهر ده اللي احنا بنتفع عليه مع كتب الكتاب مؤدم ومؤخر جزء بيتدفع في الاول وحنا بنتكتب الكتاب وجزء بيتكتب في العقد مؤخر المؤخر ده دين على الراجل لما يطلق او لو ماتت يعني هو حق للست لما تتطلق هتاخده ابن الراجل ولما تموت برضو تيتحط في التركة بتاعتها ده المهر اللي هو بنيكتب منه مؤدم ومؤخر اللي يتكتب في العقد قبل وابه البنت او الوليه بتاع امر ديش يكتبه في العقد فيه مشكلة لا ما فيش مشكلة العقد صحيح جدا والزواج صحيح جدا وشرعي جدا طب هي كده راح عليها المهر ده المهر شرطة اساسي ابتاخد مهر المثل هي مكتب لهاش خالص مؤخر في عادل الجواز تاخد مهر اللي زياها اللي من مستواها اللي شبهها فالمهر ده حق ليها اساسي ما عفوش كلام ما بيسقطش بموتها ولا بيسقط بطلقة ده بتاخده يعني حق الانفاق بقى لالنفاق كلها ايه اللي ايه الانفاق عالا ايه مسكن ملبس مأكل مسكن الشقة اللي هتقعد فيها ملبس مأكل ومش محتاجة شرح واللبس في صيف وشط وحقى الانفاق ده بقى السيطة الكل بيسقط أول ما تسمعيش كلامه ما تسمعيش كلامه يعني تبقي ناشز وعشان الموضوع يبقى وسيط خصوصاً ما بتكلم عن حق السيد بيستغربوا الحاجات دي شوية انت أخوكي متجوز واحدة هي ليها عنده ان هو يصرف ينفق عليها وهو ليه عنده ان يما تخرجش من باب البيت غير بإذنه لازم يبقى عارف والطاعة والمتعة تسمع كلامه وتكسرش كلامه والمتعة والاحتباس دول مقابلهم النفق اللي هو بينفق عليها هو دوله ويطلع يشتغل عشان كده تقالي كده فير يعني مرات أخوكي بقى عايزة تسيب البيت وتمشي عايزة تقول له مش عارف مش عاملة إيه هو مكفيها وهي مصرر عايزة تطلع تشتغل ما كانش بتشتغل قبل كده وعايزة تطلع تشتغل انت تبي مع مين انت معخوكي كويس جدا طبعا لو ماتفقين في الأول اللي هتبقي ضده لو هي كانت قدامك بتقوله لأنا مش هسيب شغلي من أول يوم ساعتها توريه هيقلتلك من أول يوم كده تمامك ما تقولش عليها ناشز انت تبدل تزن عليها انها ما ينفعش تقول عليها ناشز في الوقت ده والله أعلم يعني ان انت في الأول اللي اتفاق كان واضح جدا انت سمح لها تخرج لشغلها من قبل الجواز ترى هم اللي كيش يلا نعمل حاجة غلط حاجة حرام حاجة تغضب ربنا يبقى تسمعي كلامه عيسة اقنعيه بعكسها بقى يبقى بالزوق كده وبالأدب وباللطافة عشان المواد ده والرحمة مش يا ستة الكل تعمليه معاملة الند للند مش معاملة راجل لراجل مش معاملة اتنين رجالة عشان كده ببساطة انت في حكم الشرع ناشز وماديا حيسقط عنك حق الانفاء لما ما ينفقش عليك وما يبقى ليش فلوس وانا غضانة عندهم يبقى لد كده وما يبقى ليش فلوس انت غضانة يعني مش متفقين عفكرة انت مفروض ما يتصرفش عليك بس عشان كلام ما يتفهمش غلط ما يصرفش عليك يصرفش على امراتك يصرف على العيال يا حبيبي يصرف على العيال وما يبقى ليش فلوس خالد بس الراجل اللي بيعمل كده ما يبقى ليش حق في النفاء اللي غضانة قاعدة عند اهلها دي بقى لها فترة من غير اذن جوزها من غير حاجة من دي يصرف عليها ليه هو بيصرف عليها عشان حاجات هي كده ما يصرفش عليها عيالك بقى تصرف عليهم غزب عليك عشان هتقعد تقول امهم يبقى كده انت في نهي صريح جدا جالك في القرآن ولا تزر وذرة وذرة اخرى بسرعة كده بفي حد عمل فيك موقف هي الست دي دايقتك جدا فطب والله ما مأكد لعيال عشان خطرة ايه ايه انت كده عملت غلط عشان غلط تاني باب غلط خلاك تعمل غلط غيره وده واحد ملوش دعوة بواحد اصلا ده انت هبتخدش حقك حتى من نفس الشخص دي حاجة فاضية مش هصرف على الستة عشان هي غضبانة وناشس تمام العيال امهم اللي بيضيعوا في النص انا بس في السياق بتاعي الطاعة ده عشان الست ممكن ما تفهموش وعشان رجالة برضو ممكن ما يفهموش وعشان حد ممكن يقول يعني ايه نشوز افكرك بالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ولا اأمر احد ان يسجد لاحد ولو امرت احدا ان يسجد لاحد لو امرت المرأة ان تسجد لزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قال انا مش هأمر حد ان يسجد لحد ابدا ولو ده كان حصل قدت امرت الست تسجد لجوزها يعني ده ما حصلش ولا فيه امر هنا ولا نفي عشان الناس ما تفهمش الكلام غلط ولا فيه امر ولا فيه نفي بس فيه احساس يديك احساس كده بمعنى الطاعة ايه يعني ايه معنى الطاعة سجود لا ما وصلش اقول السجود بس معنى الطاعة واضح جدا في المعنى ده للي عايز يفهم الموضوع مش محتاج شرح للي عايز يفهم ما يفهم تاني نقول تاني الزوجة لها حق النفقة قدام حق الاحتباس الا من حق الزوج ممنوع لا تخرج من المسكن اللي هو بيت الزوجية الا بإذنه حتى للشغل زي ما قلت وتاني حتة الشغل دي محتاجة تتوضح تاني عشان خاطر فيه ناس كتير بتستعبط رجالة وستات عادي بس الاغلب رجالة يعني بطبيعة الحياة لان اغلب الستات دلوقتي يبقوا مشغلين وهو بيتجوزها بتبقى شغالها في الغلب فبتحصل المشكلة بما يبدأ يقول لها عودي ببساطة تاني لو احنا اتفقنا قبل الجواز اتفقنا على اه او لا فالاتفاق ده ملزم لنا اللي عايز يغير الاتفاق ده يعود يتحايل بقى على اللي قدام وبقى بالحب وبالود وكده مش بالاوامر عشان احنا اتفقنا قبلها لما كانت احنا الاتنين ادينا برا كده للكلام كنا احنا اتنين متفقين لك تشتغل ايو انا عنديش مشكلة الست اشتغل جدة ظروف وحصل فعلا بلاو حقك تقول بس يبقى بقى بالطريقة لان انت في الاول كان فيه كلام وكان فيه اتفقات خصوصا لو لسه عليها التزامات وعليها حاجات زي كده في الاخر انت لو عمال تقول ملغتك وعودي مش شغل وانت شايف ان الشغل ده ما قالوش ايه منفع ل البيت وضرر البيت وحقك تعادى وبتاعة خلاص يعني الاخر حاجة ممكن اقولها لكن انت هتروح مطلقة مفيش ستة هتشتغل غازب عن جزء يعني ده مش هيحصل يعني مفيش واحدة هتشتغل غازب عن جزء ما بقولش حد يطلق بس انا بقول ان الموضوع خلطان اصلا يعني هي في كل الاحوال مفيش واحدة هشتغل غازب عن جزء لو انت مديها الامان من الاول خلاص يبقى ايه فضل قعد اقول لها بقى معاليش شغل حسيت ان لأ ده لازم تقعد عشان في كوارث بتحصل في الشغل خلاص يا حبيب اعودي ما قعدتش طب سلام عليكم هفقرك بلده بايه بامرات اخوكي عشان تفهمي الكلام لو جاء اخوكي يقولك ايوه انا همديها الاسد بس شغلها دلوقتي كده في اي حاجات مش مظبوطة وبتاعه والموضوع بقى مش حيل ويكون بيتكلم جد يكون بنادم عائل مش يكون كده بيستعبط زي اغلب الناس اللي بتستعبط اغلب الناس اللي بيستعبط ده اللي هو بيعمل ايه اللي هو بيقعد يقول لها لها تعادي من الشغل وهو لما عايك في البيت مش مشكلة ممكن نقول هنعيش كلنا بقى اقل حاجة تمام انا بتكون انت راجل مش شغل اصلا او تكون نايم في البيت وعملتوا لها تعادي من الشغل انت بتهز او انت بتقول وانت لها تقعدها ولا هتجيب لها مكان الفلوس دي ولا اي حاجة وهتشحتها من غير اي اسباب كده للرخامة الشغل بتاعها موفوش مشكلة وهي ما بتأثرش في البيت بس ممكن تكون هي بتقول لها كتلة هشتغل انت نايملي في البيت ليه فانت ساعتها تروحين تقالب عليها ده مش مظبوط خالص ده يبقى راجل بيستعبط عندك مآخذ على شغل الست وقول لها تقعد وتقعد والست لازم تقعد وتسمع كلام الراجل وانا لو ست وجوزي مفلس وجاي يقول لي عودي من الشغل انا هقعد يا سلام من بكرة الصبح قاعدة ويلا يا حبيبي يلا وريني هتشير الشيطة دي ازاي وهيبان بقى الراجل هيبقى قدل المسئولية مش راجل مش قدل المسئولية دي حاجات بتبان يتضحي بقى بجزء من حياتك وتبقى انت يفهم انك بتضحي عشان ده مش قدل المسئولية بس قدامها ضل راجل ولا ضل حيطة ضحي بس ما تستانيش منه بعد كده الشغل او الحاجات اللي خلاص فهمت بقى انا شفت عيب اللي قدامي وفهمت عشان اضطر حده هتئذي نفسين هتبقى انت وهيبقى هو لما تبقى ملاته برضو بتقرفه في حاجة في كل الاحوال انت لو قلت لستيت تعقودي من الشغل وهي اللي عليها قصات وعليها ديون وعليها اي حاجة مش عايزت تسمع كلامك وده تعليماتك اليها وانت مش مديها ازنة قبل كده وهي رفضت تقعد من الشغل تصرفش عليها حقك ما تصرفش عليها عشان هي ناشز عشان هي مش بتطيعك هي خرجت عن طوعك عن طعتك وده حقك النفقة مقابل ده زي ما وضحنا في الاول حتى قدام حق النفقة في حاجة كده يعني في استثناء غريب جدا يعني كان فيه قصة هند بنت عدبة زوجة ابي سوفيان لما راحت للنبي عليه السلام وقالت له ابي سوفيان زوجي راجل شحيح وبخيل وما بيسبلناش اللي يشبعنا انا والعيال وان هي بتاخد من ماله بدون علمه عشان تكفي حاجتها هي وعيالها وسألت النبي عليه السلام كده عليا زنب كده نباسرة النبي عليه السلام قال لها اخذي من ماله بالمعروف بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك عيالك معروف فتليه في كل حاجة حتى هو هيتأخده من فلوس ومن غير ما يعرف هناخده بالمعروف والليام علي وما انفعش هان هي الكلام في النفقة غير بوسيلة النبي عليه السلام لما كلمنا عن النفقة وعن حقوق الست عموم لما قال عليه السلام فاتقوا الله في النساء فإنكم أخستموهن بأمان الله أخذتم وهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئنا فرشاكم أحد تكرهونا محدش يدخل البيت بتاعك أنت ما بتحبوش لك عندها كده فإن فعلنا ذلك فضرب وهن ضربا غير مبرح غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف برضو بالمعروف وعشان ننهي الجزء ده للراجل وللست وللست يعتبر مبرر وللراجل يعتبر أنه يعذر بالست لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلا إن ذهبت إنت راجل إن ذهبت تقيمه كسرته لو رحت تعدله كسرته وإن طرقته لم يزل أعوج لو سيبته زي ما هو هيفضل أعوج من فوق زي ما هو ونهب إيه قال استوصوا بالنساء خير تاخد عذر ليها بقى ما تقعدش يتنطيحها يعني تبقى أنت فاهم المفروض أنت اللي تستوعب بقى أنت ما تخلقتش من ضلع ولا الضلع اللي تخلقت منه أعلى معهوب ولا لو حاولت تعدله هيتكسر أنت ما حصلش معاك كل ده أنت ما تقلش فيك ناقص عقل ودين عشان إحنا بنستغل الكلام ده بطريقة مش صح يعني المفروض أما أقول له قدام أنت يناقص عقل ودين المفروض أنا يا راجل كامل يعني عقل ودين مناش ناقص عقل ودين فاستوعبها يعني المفروض أبقى أنا حاكيم بقى بما فيك كفاية واستوعب بتين ناقص عقل ودين يا عم خلاص مستني منها إيه يعني إزا بتلومها بقى على كده ده مبرر ليه أنا مش جاعة الرجالة أنا بداية من اللي لسه لسه في حق الرجال أكيد هاجي على الستات في حاجات يعني بس في حاجات كده بيبقى المعيال واضح جدا والناس تحب تلوي كده الحقيقة خالص وإن الست تحدي استوعبها ده صعب جدا هما الستات ما بيعرفوش يستوعبوا بعضيهم الراجل بقى المفروض يبقى فاهم ده وقت ما تتعصر تمام بعد ما تهدى المفروض خلاص بقى أنت فاهم إيه ده أنا تخنيت في الآخر مع ده يا أخي مش تقول يعني كده وتعقل شوية وصيد النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خير كأنه قال لنا يعني عملوها زي الأميرة وهي هتعاملك زي الملك